حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين إذن مشاهدين تعددت أشكال الحراكات والقرارات المستمرة لحكومة الخدمات لإصرارها على تقديم الأفضل والأنسب بما يخدم مصالح المواطن ومع استمرار عقد الاجتماعات بالمعنيين والزيارات تم عقد جلسة استثنائية بالأيام القليلة الماضية تم فيها مناقشة تنفيذ البرنامج الحكومي ووضع الخطط التي على ضوئها يتم تنفيذ المهام الموجهة للمحافظين والوزراء ووكلائهم بعد وضع صقف زمني لإنهاء مهامهم ومن ثم تقييم أدائهم من قبل رئيس مجلس الوزراء ليمحص من الأجدر بالبقاء وتحمل المسؤوليات عن غيره أما في ملفنا الثاني مشاهدين فطعنا جديد في خاصرة الاقتصاد العراقي وأسواقه المالية بعد تحليق سعر صرف الدولار أمام الدينار لمستويات قياسية منذ سنوات تدهور يضرب حسابات القدرة الشرائية ويزيد من معاناة المواطن اليومية ويرفع من سقف مخاوف حماية السلة العراقية تحركات الجهات المعنية التي طمأنت بأن مؤشرات الارتفاع حاليا ضمن الحدود القياسية والمسيطر عليها لكن الارتفاع الفاحش يعزو خبراء المال لقرارات الحكومة السابقة التي كبلت العراق بعقد الخمس سنوات مع المؤسسات الدولية بعد إعفاء العديد من المحافظين والشخصيات ذات المناصب الرفيعة وفق قرارات رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني تأتي المهل المقررة بين الثلاثة أشهر والستة أشهر خطوة تابعية لقرارات الإعفاء تلك حيث شكلت لجنة لتقييم ومتابعة عمل الوزراء والمديرين والمحافظين ومن ثم إصدار القرارات وفق أدائهم للمهام الموجهة لهم والمسؤوليات إزاء تقديم الخدمات تقرير نوه الشمل في جلسة استثنائية عقدها رئيس الوزراء محمد السوداني شهدت عرض البرنامج الحكومي وكذلك تناولت مناقشات مستفيدة فيما يخص تنفيذها والتأكيد على الالتزام من قبل كبار المسؤولين الذين منحوا مدة زمنية لتنفيذ برنامجهم ليأتي بعد ذلك تقييم أدائهم من قبل رئيس الوزراء المراقب لأعمال وتنفيذ المهام الخاصة بالوزراء ووكلائهم والمحافظين فمنذ اليوم الأول لمباشرة حكومة الخدمات مسؤولياتها الحكومية أخذت على عاتقها بجدية متابعة وإصلاح الواقع المتردي بالوقت الذي تم تقديم بعض الخدمات وتنفيذ جزء من البرنامج الحكومي الذي نال استحسان وإشادة الأوساط السياسية والشعبية ويتضح ذلك جليا بعد تصريحات المراقبين والخبراء بعزم حكومة الخدمات على إيفاء الوعود في برنامجها الحكومي المقدم أما مراقبة أداء الوكلاء والمحافظين بعد الستة أشهر وكذلك المدة المقررات للمديرين العامين التي لم تتجاوز ثلاثة أشهر يعدها أصحاب الإختصاص ضمن خطوات البرنامج الحكومي لا سيما وأن السودان شرع بتشكيل لجنة من داخل مجلس الوزراء للمتابعة الجادة للخطط الموضوعة والتنفيذ ضمن إطار البرنامج الحكومي فالبرنامج يعد الركيزة الأساسية لجدية وعزم الحكومة على تقديم الخدمات خصوصا وأن برنامج الحكومة الحالية عرف برصانته وفق ما وصف من قبل المراقبين وذوي الإختصاص على ضوء ما جاء بفقرته من ترتيب الأولويات بحسب المهم والأهم نهاشم ناري الأيام الفضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بظيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد رئيس مركز القمة للدراسات السيطراتيجية حيدر عرب الموسى أهلا بكم سيد حيدر وأيضا الترحيب المحللة السياسية الأستاذ علي فضل الله أهلا بك سيد علي ضيفا كريما ونبدأ معكم سيد حيدر بداية هذه المهلة التي منحت من قبل الحكومة إلى الوزراء والمحافظين والمدراء العامين بالمقابل ما هو المؤشر على هذه المهلة الممنوحة من قبل الحكومة بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك أخي وزميل أستاذ الشارع قناتكم ومشاهدكم وتعبائكم الكرام ضيفكم الكريم أستاذ علي فضل الله حقيقة من الضرورة أن يكون هناك تحديث سقف زمني لتقييم آداء هذه الحكومة وبالتالي أنا أعتقد أن هذا السقف الزمني الذي أعطي المحافظين وإلى المدراء العامين والوزارات يجب أن نهتم بالقاعدة الوظيفية باعتبار القاعدة الوظيفية التي تحتك بالمواطن بشكل مباشر هو المدير العام والمحافظ وبالتالي يجب أن يكون هناك تقييم لهذا العمل الوظيف وكذلك المنجزات باعتبار الحكومة العراقية أعطت لنفسها من خلال البرنامج الحكومي هناك مبادئ سبع وبالتالي هي تتحدث عن هذه المبادئ السبع كيف سوف يكون آداء المدراء العامون وكذلك المحافظين في هذه القضية وبالتالي من الضرورة أن يكون هناك سقفا لتقييم آداء هؤلاء وإلا حقيقة المضي إذ ما كانت هناك جهات ضعيفة أو جهات لا تستطيع أن تطبق هذا البرنامج الحكومي المضي معها هذا مؤشر على فشل الحكومة وبالتالي يجب أن يكون هناك تقييم جميع الحكومات التي حقا لم تستمر بآداءها أو لم يكن هناك نتاجا حقيقيا كانت تنظر إلى رأس الهرم وبالتالي رأس الهرم أخفل عن القاعدة التي تدار من خلالها الوزرائلة وهي المدراء العامي وبالتالي يجب أن يكون هناك تركيز على هذه الطبقة تحديدا أو على هذا المفصل الحاول من الفاصل الحكومة العراقية الحالية من أجل حقيقة تقديم الخدمات إلى المواطن طيب في هذه الحالة سيد حيدر الحكومة ألزمت نفسها بالكثير من الوعود تجاه المواطن كالخدمات وغيرها من الملفات العاجلة والمهمة لكن هل تلمسون جدية بهذه الخطوات التي تقوم بها الحكومة؟ شوف أستاذ بشار إذا ما نظرنا حقيقة إلى ماذا يحتاجه المواطن العراقي نستطيع أن نقسم احتياجات المواطن العراقي إلى ثلاثة حقيقة أجزاء الجزء الأول أو القسم الأول هي الاحتياجات الضرورية والملحة والتي حقيقة نتحدث عنها وأيضا جزء من تقريركم أو حقيقة الجزء الآخر من برنامجكم يتحدث عنها هو استقرار أسعار المواد الغذائية واستقرار السوق الغذائية بما يدعم وضع الطبقة الفقيرة في العراق والطبقة المتوسطة وبالتالي من الضروري أن تكون هذه الإجراءات إجراءات سريعة لكي يلمسها المواطن أما حقيقة القسم الآخر وهي الخطط الآنية والسريعة والتي لا تحتاج إلى أكثر من عام واحد بحيث يكون هناك شيء ملموس ألا وهي المشاريع المعطلة والمتلكة في الفترة للحكومة السابقة كيف تستطيع هذه الحكومة أن تحل هذه المشاريع أو تكمل هذه المشاريع المتلكة بالإضافة نأتي إلى الجزء المهم في هذه القضية ألا وهي المشاريع الستراتيجية وكذلك تشريع القوانين التي تدعم هذه المشاريع الستراتيجية وهذا يحتاج لها تخطيط ما بين سنة إلى سنتين إذن في نهاية هذا العام يجب أو مع نهاية هذه الدورة حقيقة الرئاسية أو الانتخابية يجب أن نشاهد هناك إتمام لما نسبته تسعين بالمئة من احتياجات المواطن العراقي إذ ما طبقت الحكومة العراقية المعايير حقيقة لبرنامجها الانتخابي أو الاشتراطات السابعة التي أقرتها على نفسها في هذه القضية أهلا بك مرة ثانية سيدة علي القرارات غير مسبوقة ربما من هذه الحكومة وفق خطط وضعتها سابقا لكن حاليا شيء جديد أن تلزم الحكومة نفسها وعضاءها بمدة زمانية لكن ما الفائدة من هذا السقف الزماني المحدد من قبل الحكومة للمحافظين والوزراء والمدراء العامين بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لحضرتك ساد بشار ولضيف الكريم الساد حيدر لفريق العمل ولكل مشاهدي قناتكم الكريمة من حيث المبدأ البرامج الحكومية من المفترض أن تكون هناك مادة موضوعة على الوراق حقيقة قابلة للتنفيذ ويجب أن يكون هناك سقوف زمنية ملزمة للحكومة تبين مدى جدية الحكومة والسلطة التنفيذية في تنفيذ هذه البرامج لكن ما يعاب أنا برأيي على قرار دولة الرئيس محمد الشياء في هذا الخصوص بتمديد فترة بقاء المدراء العامون والوزراء والوكلاء من ثلاثة إلى ستة أشهر مع العلم أن أغلبية هذه الشخصيات عملت مع حكومة الكاظمي التي كانت توصف بالفساد والفساد الفاحش حقيقة كان الأولى حقيقة بدولة الرئيس أن تكون لديه لجنة ومن المفترض لديه لجانة متخصصة في هذا الموضوع وتدرس حقيقة مستوى ما خصص لكل محافظة للعام الماضي أو العام الحالي الذي لم ينتهي لحد الآن ومستوى الإنجاز هذه الطريقة كانت هي الأنجع بصراحة لأن باحتبار إذا كانت الأدوات ملوثة قطعاً لن تكون العملية الجراحية ناجحة حتى وإن كان الطبيب الجراح ماهر السبب هو تلوث الأدوات الفاعلة لذلك الوزير والوكيل والمدير العام هم أدوات الحكومة التنفيذية وهم من خلالهم أما أن تكون الحكومة ناجحة أو تكون الحكومة معرضة للفشل لذلك التمديد لشخصيات كثيرة أنا أعتقد فيه إشكالية كبيرة جداً وستحرج الحكومة وأعتقد عنصر المجامل كان واضح لبعض التيارات السياسية أو لبعض الجهة السياسية التي هي خارج الحكومة الآن طيب اليوم صيد علي أكو هذه المهلة اللي منحها رئيس الوزراء لكن برأيك ما بعد هذه المهلة بعد أن يتم تقيم المحافظين والوزراء والمدير العامين شنو تكون القرارات المتوقعة فعلاً راح تكون هناك ربما إعفاءات وتعينات جديدة يعني أن نحول الحكومة إلى مختبر حقيقي لاختبار الشخصيات قطعاً هذا الموضوع سيعرض الحكومة إلى إشكالية كبيرة جداً إلى الشارع الشارع ينتظر حقيقة وبفارغ الصبر وأعتقد حتى هذا الصبر قد يكون انتهى لدى الشارع العراق وبالتالي الحكومة يجب أن تنتمه لجانب مهم الأجندة الخارجية التي استغلت نقمة الشارع عام 2019 الآن وللأسف الحكومة بدأت تهيي هذه الظروف وكأنها لا تدرك أن هناك من ينتظر أي خطأ أو أي فشل للحكومة وبالتالي قد يستغل في المرحلة القادمة لو سلمنا جدلاً أنه هل هذه الحكومة بهذه الأدوات هل تستطيع أن تنجح أنا أعتقد موضوع النجاح بهذه الشخصيات من المستبعد أن يكون هناك مستوى نجاح كبير جداً وحتى وإن كان فهو قليل وقد تكون نسبة الفشل هي الأكبر هنا سؤال اللي يطرح نفسه لو أن هذه الشخصيات لم تكن موفقة في تنفيذ البرنامج الحكومي هل يعقل أن المواطن أيضاً يأتي وينتظر من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى ننتظر هذه الشخصيات التي ستقدم أما أن تنجح أعتقد هذا الموضوع فيه مغامرة كبيرة جداً سيرتد بالسلم على دولة الرئيس في المرحلة القادمة السؤال بصيغة أخرى يمكن سيد علي الحكومة ليش تعتمد على الفريق القديم أو أعضاء من الفريق الحكومي القديم البعض منهم صار لهم سنوات طويلة بالمناصب كمحافظين أو مدرع عامين يعني أنا أذكر هنا مقولة لأنشتاين إعادة التجربة مرة ثانية بنفس الأدوات ونتوقع أن يكون هناك نتيجة مغايرة النتيجة الأولى أنا أعتقد هذا موضوع حقيقة مخالف للمنطق والعقل فبالتالي يا ساد بشهر من الصعب جداً أن نتوقع أن يكون هناك نجاح من قبل شخصيات لم تنجح بل لم تحقق أدنى النجاح في المرحلة السابقة ننتظر في المرحلة القادمة وأن نحور الحكومة إلى مختبر ونحتمل أنها ستنجح أنا أعتقد هذا الموضوع وأكرر فيه مغامرة كبيرة جداً على عموم قوى الإطار التنسيق التي خرجت من رحمها هذه الحكومة وعلى دولة الرئيس محمد الشيح في المرحلة القادمة طيب بعد لك سيد حيدر ليش ما اعتمدت الحكومة الحالية على فريق جديد وعضاء حكومات جدد بمختلف المستويات كمحافظين ومدراء عامين كما اعتمدت وزراء جدد مكان الأجدر بحكومة تعتمد فريق جديد ربما يكون غير مجرب ويكون مزكى بوفق الكثير من المناصب والعراق مليء بالكفاءات المعروفة بطبيعة الحال هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل النقطة الأولى قضية اختيار الكابينة الوزارية هي حقيقة هي اختيار يقع بجزء كبير منه على مجلس النواب العراقي وعلى آلية حقيقة توزيع النقاط وآلية حق التفاهمات السياسية ما بين القوى السياسية وبالتالي نحن شاهدنا أن الإطار التنسيقي والسيد السوداني رفع ضرورة أن يكون حقيقة جميع أعضاء هذه الحكومة هم من الشخصيات الجديدة لكن هناك بعض الأطراف السياسية التي أصرت على بعض الأسماء وكان المواطن العراقي ينتظر تشكيل الحكومة العراقية لما لها من استحقاقات في هذا الجانب وكادت حقيقة تعصف الرياح بفك ارتباط هذه القوى السياسية وبالتالي تعطيل تشكيل الحكومة العراقية وبالتالي أعتقدهم إذا ما قارننا بحسب نسبة إنجاز هناك ثلاث أو أربع شخصيات من الحكومة الحالية كان مجدد لهم أم جميع الشخصيات وتحديداً شخصيات الإطار التنسيقي هم بأجمعهم من الشخصيات الجديدة وأيضاً يحتاجون إلى حقيقة فرصة لإثبات الجدارة في هذا الموضوع أما قضية المحافظين أنت وأستاذ علي فضل الله أكيد هو أستاذ قانوني يعلم بهذه القضية قضية المحافظين فقط الذين لديهم بالوكالة يستطيع السيد الرئيسي وزراء تغييرهم أما الباقين هم يحتاجون قرارات من مجلس النواب العراقي باعتبار التعينات إقالة المحافظين وكذلك تعينهم هو يأتي من خلال حقيقة التصويت تعطيل مجالس المحافظات العراقي هو عطل جزء من الدستور العراقي الذي من خلاله يختار الحكومات المحالية وقالت هذه الحكومات نعم تحولت القضية إلى مجلس النواب العراق وإلى رئاسة الوزراء العراقية لكن ليس بالسهولة أن نأتي حق ونغير 15 أو 18 محافظ من المحافظات العراقية وبالتالي نحن نعلم أنه آداء الحكومات المحالية مقترن بكثير من الأجندات السياسية وكذلك الأجندات الإدارية وبالتالي هذا التغيير أيضا يدخلنا في معركة وفي دوامة هل يستطيع الشخصيات الجديدة يستطيع النجاح في هذا الموضوع وبالتالي أعتقد إعطاء فرصة عمل لثلاثة أشهر ليس الجميع كان من شاركه هو حقيقة شخصيات فاشلة أو شخصيات يشار لها بألف سات لكن هناك شخصيات جيدة ومثال ذلك السيد محافظ كربلا الذي أثبت جدارته بأداءه في العمل التنفيذي والعمل الإداري في هذا الموضوع أدر المقاطعة سيد حيدر لكن ذكرت أن صلاحية مثلا تغيير المحافظين تعتمد على مجلس النواب أعلن مكتب رئيس الوزراء عن إرسال استمارة لمجلس النواب تتضمن تقييم النواب للمحافظين في 13 محافظة لكن هل هذا يعني إشراك مجلس النواب بقضية التقييم للمسؤولين؟ بطبيعة الحال نعم مجلس النواب العراق هو المعني هو الجهة الرقابية بالتقييم الآداء وبالتالي الحكومة العراقية نعم قد تكون تسعى وأنا تحدث سابقا في هذه القضية يجب أن تكون أيضا هي جهة الرقابية أخرى وفاحصة لأدواتها وإلا كيف تستطيع عن حقيقة أن تقدم الخدمات إلى المواطن العراقي إن لم يكن هناك متابعة حقيقية من قبل الحكومة ذاتها لأدواتها التي تعمل بها وتقدم الخدمات إلى المواطن العراقي مجلس النواب العراقي الآن هو معني بشكل كامل وبشكل كبير جدا بمتابعة أولا الحكومة العراقية من رئيس الوزراء وحقيقة كابينة الوزارية وأيضا القاعدة لجميع الوزارات وكذلك للحكومات المحلية بعد إيقاف عمل مجالس المحافظات أصبحت رقابة الحكومات المحلية أيضا من اختصاص مجلس النواب العراقي وهذا ما شاهدنا وعطيت الصلاحيات للمراقبة والمتابعة لأعضاء المحافظات أي معنى أن أعضاء محافظة بغداد هم من يتابعون محافظة بغداد وهكذا مع بقية المحافظات سيد رئيس الوزارة العراقي إلى مجلس النواب العراقي أعتقد هي أيضا نقطة من باب التعزيز أننا نستعدين أن نستمع لجميع الآراء وجميع الملاحظات التي تسجلها مجلس النواب العراقي بخصوص الحكومة المركزية وكذلك الحكومات المحلية الموجودة في العراق وأيضا هو واجب فقط استماع لإحتمال الحكومة فعلا تعتمد على هذا التقييم من قبل السلطة التشريعية والرقابية من الضروري باعتبار جميع ما يصدر من مجلس النواب العراقي هو قرارات ملزمة للحكومة العراقية أي معنى إذ ما أرادت الحكومة العراقية أن يكون تقييما معين لآداء الحكومة أو لآداء الحكومات المحلية الأخرى أعتقد أنه هذا التقييم وهذه الدراسة وهذه الرؤية يجب أن تلتزم بها الحكومة العراقية وإلا سوف يثهم مجلس النواب العراقي إن لم تلتزم الحكومة ومنحقه ومجلس النواب العراقي إقالة الحكومة بذاتها إقالة وزير معين أو إقالة محافظ معين أو محافظين في هذا الموضوع أنه قد نقطة المحافظين هذا تسمح لي دعني أعود إليك سيد علي الجانب القانوني وإعطاء هذا الدور أو تفعيل هذا الدور لمجلس النواب وسلطة التشريعية والرقابية وإشراكهم بمسؤولية تغيير بعض الشخصيات من بعض المناصب خصوصا المحافظين هذه الاستمارة التي قدمت من الحكومة لمجلس النواب وهي تقييمية لبعض المسؤولين خصوصا للمحافظين هل هي طريقة ربما قانونية وإيجاد طريقة من قبل الحكومة قانونية من أجل تغيير بعض المحافظين بعد التعديل الأخير الذي حصل عام 2020 عما تذكر أو 2019 في موضوع تعديل قانون المحافظات الغير دستوري في موضوع انهاء عمل مجالس المحافظات أعتقد انتهت السلطة الرقابية على المحافظ لكن في الدستور العراقي البرلمان العراقي يمتلك حق الرقابة على مجالس المحافظات ورئيس الوزراء يمتلك حق الرقابة على المحافظ باحتبار أن المحافظ هو جزء من منظومة السلطة التنفيذية وهو بدرجة وكيل وزير وبالتالي حتى موضوع الإقالة أعتقد سانحيدة رشاد لموضوع مهم موضوع إقالة المحافظ رئيس الوزراء يمتلك سلطة الإقالة لكن من خلال الاقتراح يقدم الاقتراح إلى مجلس النواب وبالتالي مجلس النواب في غياب مجلس المحافظ يستطيع أن يقيل المحافظ إذن العملية تشاركية ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشاركية إذن تشاركية وأعود لك بسؤال طرح تالي قبل قليل بعد هذه المهلة نتوقع أن تكون هناك عفاءات قطعاً أنا حقيقة قيم الموضوع من حيث المقدمات لعموم الشخصيات ونقطة أيضاً أشار للسلطة حيدر يعني اختلف فيها من حيث أيدني أنه لما ضرب مثال بمحافظة كربلا وشان هو قيم محافظة كربلا قيم من خلال الإنجاز السابق أنا اللي قلته من المفترض أن نعود للإنجازات السابقة ونقيم المحافظين لأن ما عدنا وقت إحنا بصراحة وما الموضوع يرضى فلان ويرضى الحزب الفلاني هذا أعتقد مغامرة كبيرة جداً لأن الآن الحكومة مرهونة بقوة الإطار التنسيقي من حيث النجاح ولا سمح الله الفشل فبالتالي علينا أن نمتلك الشجاعة وأن نقرر ما يخدم البلد ونتحمل المسؤولية باحتبار عاتق هذا الموضوع يقع على عاتق الإطار التنسيقي أقول أنه موضوع النجاح أنا أستبعد حقيقة بهذه الأدوات من الصعب جداً أن نتوقع أن يكون هناك نجاح حقيق وإن كان الآن دور دور عفو الرئيس مجلس الوزراء دور تقويمي ومراقب وميداني وكبير جداً ومؤثر على تقويم عمل المحافظين لكن هذا لا يمنع باحتبار أن هناك أجندات داخلية وخارجية تريد أن تفشل هذه الحكومة لذلك أنا أستبعد وأن يكون هناك نجاح كبير بهذه الأدوات من خلال المحافظين الذين بقوا المحافظون عفوا الذين بقوا على سدة الحكم بإدارة السلطة التنفيذية للمحافظات طيب سيد حيدر الدعم السياسي مهم لأي إجراء أو تنفيذ أي خطة حكومية باعتبار الإطار الدعم والحكومة حالياً تنفذ الكثير مما جاء بالبرنامج السياسي للإطار التنسيقي الشيعي هنا الدعم السياسي هل سيكون حاضر بدعم الحكومة بالتوجه الحالي ربما تغيير بعض المحافظين أو وزراء حتى أو بعض المدراء العامين وبالمقابل أكتوا توقعات بأن تشهد هذه العملية اعتراضات من بعض الجهات السياسية الأخرى بطبع الحالة نعتقد وأرجع أيضاً لسؤالك السابق إرسال السيد السوداني هذه الاستمارة إلى القوى السياسية العراقية نعتقد هي حجر يضرب أصورين في هذه القضية وبالتالي أولاً يحصل على الدعم الكافي من قبل القوى السياسية من خلال حقيقة التقييم الذي سوف تقدمه هذه القوى السياسية إلى هذه المؤسسات التنفيذية والمؤسسات العكومية وبالتالي إذا ما أتى هذا التقييم إيجابياً أو سلبياً في هذا الاتجاه سوف يكون أيضاً داعماً إلى موقف رئيس الوزراء العراقي إذ ما أراد تغيير محافظاً أو مديراً أو حقيقة وزيراً في هذه الجنب وفي هذه القضية أنا أعتقد فيها الفترة الحالية هناك لربما نستطيع أن نقول شهر أسل ما بين القوى السياسية العراقية هناك تناغماً معيناً ما بين هذه القوى من أجل إن جاء هذه الحكومة باعتبار نجاح هذه الحكومة نحن نعلم أن هناك شارعاً متربصاً متابعاً لأداء هذه الحكومة ليس فقط المراقبة والمتابعة والمعارضة السياسية داخل مجلس النواب العراقي هناك أصبحت معارضة ومعارضة شديدة وقوية جداً داخل الشارع الشعبي العراقي وبالتالي على القوى السياسية العراقية أنتعي نقطة جداً مهمة أنها بدعمها الحكومة العراقية بجميع إجراءاتها والعمل من أجل إنجاح هذه الحكومة هو إنجاح لهذه القوى السياسية من خلال تقليل الفجوة إذا ما قدمت هذه الحكومة حقيقة الخدمات والإنجازات إلى المواطن العراقي واستشعر والتمس المواطن العراقي هذه الإنجازات سوف يكون هناك رضاء لهذه الحكومة أو رضاء عن هذه الحكومة وبالتالي دعم القوى السياسية للحكومة العراقية هو انجاح لهذه القوى السياسية وتقليل الفجو ما بينه وبين قواعدها الجماعيلية شكرا لك سيد حيدر أرجو أن تبقى معنا وشكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ علي فضل الله كنت ضيفا كريما شكرا لكم سيد علي إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه شكرا لكم اهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نجدد ترحيب برئيس مركز القمة للدراسات استراتيجية السيد حيدر عرب الموسى اهلا بكم سيد حيدر مرة أخرى كما نرحب بيا الخبير الاقتصادي سيد جليل اللامي انضمنا بالصوت والصورة من بغداد اهلا بكم سيد جليل اهلا ومرحبا واعود لك مرة أخرى سيد حيدر اهلا بك مرة ثانية وسعر الصرف الذي ده نشهد يعني الاسواق تشهد تذبذب في هذا السعر حاليا لكن ليش سعر صرف الدولار مدى يستقر عند السعر اللي حددته الحكومة السابقة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك مرة أخرى استاذ الشعب ضيفكم استاذ جليل تحياتي له بطبيعة هناك تداعيات لربما هذه التداعيات نتيجة إجراءات معينة من قبل الحكومة الحالية أولا بكم الحالية قد فرضت حقيقة أو سحبت تخاويل بعض المصارف المصارف التابع إلى السيد علي هولام وبالتالي هذه المصارف واللي هي أمكان أربع مصارف كان لها حقيقة الرقم الكبير من مبيعات البنجل المركزي العراق وبالتالي امتنعت عن طرح هذه الكميات الموجودة لديها في أسوق المحلية وبالتالي أصبحنا هنا أمام قضية العرض والطلب عندما يقل العرض يزداد الطلب على هذا المادة وبالتالي ترتفع الأسعار الأسعار هي ارتفاعها ليس مقصودا وإنما هي نتيجة حقيقة ارتدادات لإجراءات معينة ارتفاع سعر السعر نتيجة قلة المعروض من الدولار في السوق العراقية هذا جارب إن كان بالآخر أيضا تخوف بعض المصارف العراقية وتحديدا بعد التهديدات الأخيرة من قبل الفيدرالي الأمريكي وكذلك من قبل البنك الدولي لبعض المصارف العراقية وبالتالي اضطرت هذه المصارف أن تتبع سياقات معينة وأساليب معينة تتلاعم مع هذه التوجهات أو الحقيقة التهديدات الأخيرة وبالتالي أثرت أيضا على ما معروض من قيمة الدولار الأمريكي في السوق العراقية هذا انعكس بشكل حقيقة سلبي على أسعار صرف العملات الأجنبية داخل السوق العراقي وبالتالي نشاهد الارتفاع الآن حقيقة ونتيجة التوجيهات الأخيرة من قبل سيد رئيس الوزراء العراقي وتحديدا أيضا التصريحات الأخيرة من قبل محافظة البنك المركزي العراقي بضرورة أن يكون هناك عرض جيد من العملة الأجنبية داخل الأسواق العراقية لمعالجة ولإرجاع قيمة سعر صرف الدولار العراقي إلى سابق عهده اللي هو يمكن مية وخمسة واربعين أو مية وستة واربعين رحب بك مرة أخرى سيدات جليل بداية هذا التذذب في أسعار صرف الدولار ممكن أن تزيد حدة في حال أكو 14 مصرف أخرى إذا وضعت أيضا على لائحة العقوبات ومنعت من دخول مزاد العملة ممكن أن نشهد انفجار بسعر الصرف نعم تحية لكم ولي قناتكم الكريمة ولي ضيفكم الكريم وشكرا على الاستضافة السيد الفاضل المصارف التي وضعت على اللائحة السوداء هي لم تؤثر بالمستوى المهول الذي أدى إلى انخفاض مبيعات نافذة بيع العملة ولكن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية لمواكبة التطور العالمي والانضمام للاتفاقية سويفت هذه الأمور هي من أثر على انخفاض مبيعات نافذة بيع العملة وبالتالي ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازي سيد الفاضل قبل أكثر من عام لجأ البنك المركزي العراقي إلى إنشاء منصة الإلكترونية الخاصة بخطابات الضمان لشركات المقاولات وللعقود التجارية من أجل إصدار خطابات الضمان كعقود مقاولات أو عقود تجهيز هذا الموضوع حقيقة نجحة هذه الخطوة نجحت لدى البنك المركزي بالسيطرة على عمليات التزوير والغش والتلاعب بخطابات الضمان والمحافظة على أموال الوزارات والمؤسسات العراقية خاصة فيما يخص السلف التشغيلية الخطوة الثانية أراد البنك المركزي تطبيق هذا الموضوع على نافذة بيع العملة لذلك أنشأ منصة ألكترونية تأخذ على عاتقها موضوع مبيعات نافذة بيع العملة أو البنك المركزي من الدولار هذا الموضوع حقيقة هناك أغلب المصارف الأهلية الموجودة في العراق لم تستطع مواكبة التطور رغم أننا الآن في الدورة التجريبي يعني لم ندخل فعليا في المنصة الألكترونية بالنسبة لنافذة بيع العملة رغم هذا الموضوع انسحبت عدة مصارف لأنها لم تستطع مواكبة التطور طيب في هذه الحالة إذا تسمح لي قاطعك سيد جليل ليش ما يتم إشراك المصارف الحكومية الرافدين والرشيد بمزاد العملة مشترك المصارف الحكومية سابقا كانت مشتركة لكن قبل مدة ممنعت من المشاركة فقط على هذه المصارف الأهلية لا لا سيدي الفاضل الكل مشترك كل من يستطيع مواكبة التطور الألكتروني والأتمة الألكترونية يشترك في هذا الموضوع والدليل على ذلك نحن تكلمنا من خلال أكثر من قناة ومحفل اقتصادي بل كذلك قدمنا مشورة إلى مكتب رئيس الوزراء بأنه التوسع في بيع العملات الأجنبية من أجل السيطرة على السوق الموازي والدليل على ذلك قرار مجلس البنك المركزي رقم 1226 يوم الخميس الماضي الذي أكد على أنه باستطاعة البنك المركزي العراقي بيع من خلال الاعتمادات المستندية إلى المواطنين والتجار من أجل الاستيراد وفتح منافذ جديدة من أجل توزيع أو طرح العملة الأجنبية بالسوق التجارية سيد الفاضل المصارف الحكومية بالعكس قدمنا مخترع من خلال المصارف الحكومية للموظفين الذين موطن رواتبهم في هذه المصارف باستطاعة هذه المصارف بيع العملات الأجنبية للموظفين هنا إذا كانت الرافدين والرشيد إذا كانت المصارف الحكومية مشتركة بما زاد العملة طيب ليش ما تعوض المفقود اللي هو نسبته 40% فقط سيد الفاضل نحن النقطة الأساسية الانخفاض وين تصار الانخفاض صار بالأموال التي تخرج اعتمادات مستندية إلى الخارج تعزيز أرصدة بالخارج الأرصدة اللي موجودة مسيطرين عليها العملية خلنا نكون صريحين هي عملية كانت عملية أغلبية تبيض وتهريب أموال المصارف الحكومية لا تستطيع المشاركة بمثل هكذا أمور لذلك المصارف الأهلية عندما كانت تقدم كلها مستندات وأوراق وهمية الآن من خلال الأتمة الألكترونية طالب البنك المركزي هذه المصارف بتقديم أوراق رسمية كوصولات وفواتير مصدقة من بلد المنشة من أجل تحويل هذه المبالغ يعني يطالبون حتى جواز السفر بالنسبة للعراقي وبالنسبة للمستورد والمصدر لذلك المصارف الأهلية عجزت أنت تعرف حضرتك قبل ما حتى يتعامل تعتماد مستندي ويهي المصارف الحكومية مع عدد تي بي آي بالمقابل يعني المصرف العراق للتجارة ليس لديه هذا الثقل والإمكانية بتغطية كل الحوالات الخارجية الآن العملية سبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي هو زيادة الطلب من قبل المصارف الأهلية التي بعدت عن نافذة العملة هذه المصارف هي من سحبت العملات الأجنبية وبالتالي قلت العملة الأجنبية وارتفعت أسعارها في السوق الموازي نعم طيب سيد حيدر أعود لك مرة أخرى يعني إذا 14 مصرف حاليا موضوع على قائمة التحذيرات أو القائمة السوداء إذا أدرجت فعلا كيف سيشهد السوق يعني الوضع الاقتصادي أو سعر الصعب أعتقد أنه البنك المركزي أيضا قد نوه وكان له أيضا ملاحظات في هذه القضية هو أيضا قد فتح باب الشراكة ما بينها أي بيع العملة ما بين البنك المركز ومن خلال المصارف الحكومية العراقية إلى شركات الصيرفة وبالتالي كيف نستطيع أن نسيطر حقيقة على أسعار الصرف إذ ما كان إذ ما استطعنا أن نوجد حقيقة كمية جيدة في السوق المحلية من العملات الأجنبية وبالتالي نستطيع أن نرجع قيمة الدولار الأجنبي إلى سابق عهدي وبالتالي نحن نتعامل مع قضية العرض والطلب كيف نستطيع أن يكون هناك عرضا يتلائم ويتماهم مع حاجة السوق المحلية من العملة الأجنبية إذا ما نجعت الحكومة العراقية حقيقة بتوفير هذه العملة وبالسوق العراقي وبدون الاعتماد على هذه المصارف الأخرى سوف نحافظ على قيمة سعر الصرف المحلي ناهيك هناك دعوات أخرى من قبل مجلس النواب العراق ومن قبل الحكومة العراقية ذاتها بشخص رئيس الوزر العراقي الذي يسعى وكذلك بعض القوى السياسية التي تسعى بضرورة إرجاع قيمة الدولار الأجنبي أمام الدين العراقي إلى المواطن سيد حيذر كان يتأمل من الحكومة الجديدة تعديل سعر الصرف أو تخفيضة يعني الحكومة السابقة إذا فعلا وقعت مع صندوق النقد الدولي يعني من أجل بقاء سعر الصرف لمدة خمس سنوات يعني حكومة السوداني الحالية ما راح تقدر فعلا تنزل هذا السعر طيب هسا خلني نحكي بهالشكل هذا هذا الاتفاق اللي اجرته حكومة السيد الكاظمي بإحضار نحن استمعنا وهم يتحدثون على أنه هذه إجراءات تخص حقيقة البنك المركزي ولا شأن لمجلس النواب العراقي في هذه القضية أي من معنى إجراءات حكومية هل باستطاعت الحكومة العراقية أو ضمن الاشتراطات الموجودة المحن بالحد الآن ما نطلعين على هذا الاتفاق نحن نسمع أنه هناك اتفاق ما بين الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي مع البنك الدولي ما هي حقيقة الشروط هل هناك شروط حقيقة تغريمية على البنك المركزي العراقي إذ ما تراجع عن هذه القرارات أو هذه القرارات هناك إجراءات معينة بضرورة دعم السوق العراقي نحن نعلم أنه في فترة رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي كان هناك حقيقة أسعار النفط متراجعة حقيقة قيمة العملة العراقية أيضا بتراجع هناك نقص واضح في خزين الدولار أو خزين العملة الأجنبية داخل العراق وبالتالي كان نحتاج أن يكون هناك دعم إلى الموازنة العراقية من أجل أن تؤمن رواتب الموظفين وبالتالي كانت أحدى خطوات من رواتب الموظفين حقيقة هي قضية رفع قيمة الدولار باعتبار نحن نعلم أن الموازنة العراقية تقرب الدولار وتصرف بالدينار العراقي وبالتالي هذه العملية تعزز حقيقة الموازنة العراقية مبالغ كبيرة جدا وبالتالي نستطيع نوفر حقيقة قيمة أو نوفر رصيد لرواتب الموظفين العراقية وبالتالي لحد الآن الدولي. وبالتالي انا اعتقد ان الحكومة والقوة السياسية اكيد لديها اطلاع بهذا الجانب ما من الممكن ان تتحدث باسلوب وهي لن تستطيع ان تحققه وبالتالي انا اعتقد التخوف الوحيد في هذه القضية انه هل سوف تبقى او تحافظ اسعار النفط الدولية على استقرارها او على هذا المستوى باعتقد نحن نعلم ان الحكومة العراقية تحدثت وقالت انها لن تستطيع حقيقة ان توفي بالتزامات اذا ما نزل قيمة النفط الدولي عن 75 دولار وبالتالي هذا التهديد واضح البقاء على قيمة صرف الدولار هي من احد التهديد الاكبر يمكن المصارف الاخرى سيد حيدر واعود بهذه النقطة اليك مرة اخرى سيد جليل تعقب على كلام سيد حيدر حقيقة موضوع البرلمان العراقي او الحكومة العراقية ليس لها دخل بتغيير سعر الصرف الدينار العراقي او خفض قيمة الدينار او رفع قيمة الدينار امام الدولار بموجب المادة اولا من قانون البنك المركزي رقم 25 لسنة 2005 البنك المركزي العراقي وحده المسؤول عن رسم السياسة النقدية في العراق والمحافظة على قيمة الدينار العراقي يعني ماكو ضغط من قبل البنك الدولي او في الحكومة والبرلمان ابدا ابدا ماكو اي ضغط ماكو اي ضغط والدليل على هذا الكلام ممكن احنا تكلمنا باكثر من محفل بامكان تغيير سعر الصرف او خفض قيمة الدولار ورفع قيمة الدينار العراقي مرة ثانية بقرار حكومي اذا ما ارادت الحكومة عفوا قرار سياسي اذا ما ارادت التدقل ورفع قيمة الدينار العراقي والدليل على هذا انه السيد نور المالكي تكلم اكثر من مرة بامكان الحكومة العراقية اللجوء الى رفع قيمة الدينار العراقي على اقل تقدير الى 1370 او 1350 تكلم عن هذا الموضوع قبل اكثر من اسبوعين او ثلاثة طيب في هذه الحالة نعم خلنا نغير اسئلتنا سيد جليل ليش الحكومة السابقة اصارت على رفع سعر الصرف الدولار امام الدينار العراقي في نهايتها كان هناك يعني ارتفاع كبير باسعار النفط واصبعت هناك وفرة مالية لا احنا اذا تريد نتكلم نتكلم على تغيير سعر الصرف تغيير سعر الصرف في نهاية عام بالتحديد في شهر في 12 تشرين الثاني عام 2019 لجأت الحكومة بسبب تفشف جائحة كورونا نعم بسبب انخفاض اسعار النفط انخفاض مبيعات النفط الحكومة العراقية مطالبة بتوفير اموال من اجل تزديد تزديد رواتب الموظفين هذه المرحلة انتهت حاليا اكي وفرة مالية تقدر انخفاض حالية انا جايك بالحكي سيدي الفاضل تغيير سعر الصرف هي خطة اقتصادية متوسطة الاجل يعني على اقل تقدير بين تغيير والتغيير لا يقل عن خمس سنوات فاحنا اذا يوميا نرفع وننزل راح العراق او الحكومة العراقية تفقد القيمة الاعتمانية في الخارج وفي الداخل يعني امام الشركات الاستثمارية وامام التجار العراقيين والدليل على هذا الكلام سيدي الفاضل يعني مجلس النواب في نهاية دورته السابقة تكلم عن تعويض المقاولين والشركات الاستثمارية التي تضررت بسبب تغيير سعر الصرف لانه تغيير سعر الصرف عالية هو ماخذ بالدينار العراقي وصعدت الاسعار مواكبة مع ارتفاع قيمة الدولار لذلك فكر في تعويضهم طيب هل سيفكر في تعويضهم ويرجع مرة ثانية يخفض قيمة الدولار ما يصير هذا الشيء احنا لو نتكلم اقتصاد ونظريات اقتصادية نتكلم نظريات اقتصادية خطة متوسطة الاجل تأتي ثمارها على اقل تقدير من اربع الى خمس سنوات اقتصاديا سيد جليل المواطن تأثر كثيرا بهذا التذذب باسعار الصرف السبب السبب ليش يتأذى المواطن لا السؤال ان بس اسمح لي اجابك على هاي النقطة لانه هاي النقطة اساسية ليش يتأذى المواطن لانه مقابل تغيير الصرف لازم هناك اجراءات تتخذها الحكومة العراقية من اجل النهوض بالواقع الاقتصادية المواطن العراقي الحكومة العراقية كم شو ما سوت يعني على اقل تقدير ايران عدة مرات تغير سعر الصرف الصين تغير سعر الصرف بس مقابل هذا رفع قيمة رواتب الموظفين سيد الفاضل احنا جراء عملية خفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار المواطن العراقي انخفض قيمة راتب 35% الحكومة ما نظرت الى هذا الشيء لا دعم سلاح اساسية لا دعم وقود لا رفع قيمة رواتب كل هذه الامور هي غياب النظرة الاقتصادية في معالجة المشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الحقيقي في العراق هذه النقطة الاساسية لو الحكومة تعالج هذه الامور لا بالعكس الصين عدة مرات طلب منها الاتحاد الاوروبي طلبت منها الولايات المتحدة الامريكية رفع قيمة اليوان مقابل العملات الاجنبية بس هي ما ترفع حليش لانه الكتلة التصديرية عدة اكبر من الكتلة الاستيرادية لذلك المعالجات في العراق معدومة وهذه النتيجة المتضرر الاول والاخير هو المواطن العراقي طيب سيد حيدر سيد جليل ذكر ان القرار بسعر الصرف هو قرار سياسي طيب في هذه الحالة ممكن ان نشهد قرارا سياسيا يأتي مع المواطن من اجل تحسين معيشة مساعدة المواطن باي طريقة كانت وكو اجراءات يمكن سيد جليل ذكر البعض من عدها لكن بالمقابل ايضا يعني الحكومة امام تحدي كبير من جانب تثبيت العقود تعيين محاضرين ايضا تعيين اصحاب الشهادات العليا والاوائل على الكليات واليوم تواجه ارتفاع جديد بسعر الصرف الحكومة هل ستستطيع مواجهة هذا التحدي؟ اعتقد انه السيد جليل اتحدث وقال انه قرار تغيير سعر الصرف هو قرار يرجع الى البنق المركزي وحسب حقيق قانون البنق المركزي ممكن للمادة 25 وبالتالي انا اعتقد انه القرار السياسي يجب ان يكون بتوافق مع القرار الحكومي وبالتالي هناك اجراءات باستطاعتنا حقيقة ان نتفادى الاضرار التي نتجت عن زيادة سعر الصرف وتقيق قيمة الصرف الدينار العراق امام الدولار وبالتالي ما هذه هي السياسات التي يجب ان تتبع من قبل الحكومة العراقية اولاها اولا دعم المفردات البطاقة التموينية العراقية وبالتالي المفردات السوقية التي تأثرت بالشكل الكبير وهي على تماث مباشر مع المواطن العراقي هي المفردات البطاقة التموينية من روز وطحين وزيت وكثير من النقاط الاخرى والسكر هذه مجرات صار حديث عنها بزمن حكومة التاظمي عندما رفعت سعر الصرف لكن لكن الكثير من التحديات ستواجه حكومة السوداني حتى اليوم احنا اليوم نقول انه هذا القرار هو قرار حكومي ايه معنى تابع الى سياسة النقد المحلية وتغيير سعر الصرف هي خاصة بالبنك المرحل هذه سيد حيدر مجتمعات ستشكل تحديات امام الحكومة الحالية بالمقابل ما رح تستغلها بعض الجهات من الجانب السياسي نحن نعالجها نحن نبحث عن التحليل فقط في هذه القضية المعالجات الحكومة العراقية باستطاعتها ان تدعم جميع التجار وان تصرف لهم او تعطيهم قيمة الصرف على العملة او القيمة السابقة 125-130 تصرف وتباع قيمة الدولار الى هؤلاء التجار لاستيراد البطاقة او لاستيراد المواد الاولية التي تدخل بحياة المواطن العراقي وبالتالي سوف نخفذ حقيقة تباعات او ارتدادات اسمها ارتفاع قيمة الدولار العراقي احنا فلنفترض انه فلنرتفع الدولار العراقي لكن هناك سوق مستقرة يعني السوق المواد الغذائية السوق المواد الاسطلاعية الاخرى في السوق العراقية هي مستقرة هل سوف يؤثر قيمة رفع الدولار وعدم حق التهريبة الى الخارج يؤثر على حياة المواطن العراقي ونحن نتناقش بهذا القضية باعتبار ارتدادات قيمة رفع السعر للصرف هي أثرت بالشكل المباشر على المواطن العراقي إضافة إلى استغلال بدأ بعض التجار يستغلون هذا الارتفاع أكثر يعني رفعوا الأسعار أكثر مما هو مفروض ماكو صيغة من قبل الدولة العراقية تسيطر على الأسعار المحلية الموجودة وبالتالي أصبحت الآن السوق المحلية العراقية سوق عائمة قد عمو الدولار في هذه القضية أو عمو الدولار في هذه القضية وبالتالي ارتدادات التأويم في الشكل يعني أي ارتفاع بقيمة الدولار نشاهد هناك ارتفاعات مضاعفة بقيمة السلع الغذائية أو السلع اللي يحتاجها المواطن العراقي بأشكال كبيرة جدا لكن إذ ما كانت هناك سيطرة حقيقية من قبل الدولة العراقية والحكومة العراقية على الأسعار الموجودة بالسوق العراقية بسياسات سياسات اقتصادية معينة من خلال دعم التجار الذين يساعدون البطاقة التأمينية أو المواد الغذائية سوف نشاهد هناك سيطرة على السوق المحلية العراقية ولن يكون هناك تأثير على رفع قيمة واضح رئيس مركز القمة للدراسات السيطراتيجية سيد حيدر عرب المستوي كنت ضيفا كريما شكرا لك وشكرا جزيلا لكم الخبير الاقتصادي السيد جليل اللامي كنت ضيفا كريما مباشرة من بغداد وشكرا موصولكم مشاهدين الكرام إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصادنا